عمري ما نكون نخدم بالعاطفة ولا لا يعني اليوم راهوا في المونديال ما نقولوش يستهل ما يستهلش راهوا في المونديال أمر حاجة واحد أخرى هادي كيما يقول و السينة اللي مباراته لتعين دقيقة لتحكم عليها بالطبع هذه يعني اليوم هم اللي كان عندهم الفرصة باش فازوا علينا وراهم في المونديال وراهم يشاركوا من ناحية التقنية والمستوى ربما ما بعد ندخلوا في التفاصيل نظن باللي المباراة عموما بحد ذاتها ما كانتش يعني فرق كبير ما بين يعني الفريقين وين حتى الفريق الكاميروني خلق فرص ضيع فرص لي باش يكون فيها تسجيل وكانت تقريبا ندل الندل مع فريق سويسري هذا نظن باللي يعني المستوى في يعني إفريقيا في المونديال يعني في الجوالات الأولى نظن باللي الفرق ما كانوش بعاد عن المستوى العالي العالمي هذا اللي يعني راح يزيد يحفز الفرق الإفريقية باش زيد تعمل وزيد تنظم روح علي ان التنظيم ما هوش إلا يعني في في كورة القادم لما نشوفه في المستطيل الأخطر التنظيم والنظام لابد يكون خارج الميدان اللي باش يخليك تحضر بصفة منتظمة بمشروع بخطة وبكفاءات يعني بالكفاءات الرجال اللي هما يعني يقدموا لك هذا المشروع يعني الكفاءات للمواد البشرية هذو هما ليصنعوا الفرق والمساوى العلي ما فيهش الحظ وما فيهش العمل العشوائي فيه عمل منطقي عمل مخطط فيه عمل مدروس ودراسة تتمثل في تلت نقاط اللي هي تعمل على حساب المدى القصير المتوسط والبعيد هذا هو يعني لما تحب تدير مشروع رياضي في بلد ديالك واضح جابر نامون الكاميرون أضافت الهزيمة الثامنة توليا في تاريخ في آخر نسخة شاركت فيها في كأس العالم المباراة الوحيدة التي فاز فيها في آخر تسع مبارايات هي المباراة في ملعب الشاكر بناء على هذه المعطيات ومستوهم أمام السويسرا عندك الآن تقييم قد نقوله شامل للمنتخب الكاميروني وريقو بيرسونج المهندس تاكتيكي منتخبهم